بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد يقول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن المتدبر في آيات القرآن الكريم يلحظ أن الله عز وجل لم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا وإنما خاطبه بوصف النبوة أو الرسالة قال يا أيها النبي ويا أيها الرسول أما في هذه المعجزة معجزة الإسراء والمعراج خاطبه الله عز وجل أو وصفه بمقام العمودية وهو أشرف المقامات وأعلاها الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة التي لم يسبقه إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج تدور أحداث هذه الرحلة حول معنى عظيم وهو أن الله عز وجل لا ينسى أولياءه ولا يضيع أحباءه فقد حدثت هذه المعجزة في وقت فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليد التي كانت تحن عليه من البشر والناصر المعين فقد زوجه وعمه في عام واحد سمي بعام الحزن فأراد الله جل وعلا أن يعلمه بأنه مؤانس بالملأ الأعلى وأنه محاط بحماية الرب وأنه وإن جفاه أهل الأرض فإن أهل السماء يرحبون به من آنسه الله بقربه أعطاه أربع خصال علما بغير طلب وغنا بغير مال وعزا بغير عشيرة وأنسا بغير جماعة فاللهم أخرجنا من حولنا إلى حولك ومن عزمنا إلى عزمك ومن ضعفنا إلى قوتك ومن انكسارنا إلى عزتك وآنسنا اللهم بقربك اللهم آمين أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته